نظمت مديرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية كرم وارزوق التابعة لمركز فرسكور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة بيروس كورونا تتميز بمجانيتها تماماً بداية من قطع التسكرة وحتى انتهاء الخدمة حاجة تانية كمان هي تستهدف الأماكن البعيدة على المستشفى المركزية وده بيسهل على أهلنا من كبار السن واللي مش بيقدر يوصلوا إلى أقرب مستشفى مركزي أنه هم يحصلوا على الخدمة الطبية المقدمة طبعاً فيه تردد ورح من الأهالي القرية هنا بتبعد أكثر من 15 كيلو متر عن أقرب مستشفى فتوفر القافلة الطبية بمختلف تخصصاتها بيخدم الأهالي عندنا هنا فيه أكثر من 12 تخصص أكثر من 120 دواء بيخدموا التخصصات الموجودة الأهالي طبعاً سعيدة جداً بوجود القافلة لأن التخصصات دي نادرة ما بيكون موجودة هنا عندنا في القافلة معملين معمل للدم ومعمل للطفاليات معمل للدم بيتم سحب العينات فيه مع مراعاة إجراءات مكافحة العدوى وسياسة الحقن الآمل بنحافظ على البيئة اللي حوالينا وبنحافظ على المريض بيتم أخذ العينة من المريض وبعدين بنحاولها بنوديها معمل الدم للتحليل والمريض لو ليه أي تحليل تحليل طفاليات بيروح معمل الطفاليات فيقى القافلة العلاجية في كسم التقارير الطبية بيكون منتبعة المريض بعد الكشف المريض فيقى العلاجات المختلفة بيقى القافلة بحيث أن نقدر نقدم له استكمال ما هو بعد الكشف في العيادة من حيث استخراج قرار نفق الدولة أو عمل بعض الأشعة والتحليل الغير موجودة بيقى القافلة وتحويله إلى المستشفيات المركزية بنحاول المريض للمستشفيات المركزية وبنقدر نتابع معاه من خلاله أو من خلال المستشفى نحن نقدر نكمل له الخدمة اللي ما بعدها القافلة ونحاول نتابعه هاتفيا أو نحاول نستخرج له قرار نفقة الدولة أو تطلب الأمر أو عمل بعض الأشعات والتحليل الغير موجودة بيقى القافلة العلاجية بضميات اللي كانت الموجودين، اللي استقبال موجود صرفنا العلاج في منتهى الأدب، منتهى الاحترام، حاجة جميلة جدا جدا الحمد لله كشفت على أولادي وجمع التخصصات موجودة وفي تحليل، وفي أشعة، وفي كل حاجة